أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الحية للأحوال الجوية التي تمر بها البلاد حاليا معنا كاميرات المرور الموزعة على بعض الطرق في دولة الكويت حاليا أجواء مستقرة نسبيا لكن لا زالت قائمة وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق واستمرار أيضا لأمطار الديمة خلال اليوم ورح تستمر أيضا حتى منتصف يوم الغد خفيفة متفرقة وقد تكون رهدية في بعض الأحيان حالة من الاستقرار الحالي ينتمر فيها البلاد وعودة إلى الحياة الطبيعية في بعض المناطق وفي بعض الطرق لكن أيضا ننبهكم بأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء وأيضا متابعة نشراتنا الجوية باستمرار وأخذ جميع التحذيرات على محمل جد قبع سواء الصادرة من قبل إدارة الأرصاد الجوية أو من بعض الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية متمثلة بقطاع المرور أو من الإدارة العامة للأطفاء نلاحظ حركة طبيعية لبعض الطرق في دولة الكويت عودة للحياة الطبيعية بوجعام لكن لا زالت الأجواء رطبة ونسب الرطوبة حاليا مرتفعة وأيضا متوقع في تراجع في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق لذلك حطوا بالكم خلال هذه الأجواء خاصة مرتادين الطرق بوجعام ونتمنى منكم عدم التردد بطلب المساعدة في حال احتجتوا لها من أرقام الطوارئ التي دائما تعرضها وزارة الإعلام في مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال شريط الأخبار الموجودة على شاشة التلفاز حاليا الأجواء لا زالت غائمة على بعض المناطق وفرص الأمطار خفيفة متفرقة وواردة من حين إلى آخر نتمنى السلامة للجميع ونتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء الخروج أيضا من المنازل نتمنى يكون لحالات الضرورة القسوة الأجواء الحالية بوجعام في مدينة الكويت أجواء لا زالت غائمة مع أنطار خفيفة متفرقة الهوى حاليا جنوبي شرقي سرعتها 6 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 21 درجة مئوية لكن المحسوسة أعلى من ذلك بفعل نسب الرطوب المرتفعة حاليا في مدينة الكويت 94% أيضا نسب الرطوبة مأثرة على مدى الرؤية الأفقية حاليا 8 كيلومتر أيضا صور لقمار صناعية تبين لنا عبور السحب على مدينة الكويت أو على دولة الكويت وكذلك على بعض المناطق في شبه الجزيرة العربية حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي السوداني سيستمر معنا لعدة أيام مع تعمق مخفض آخر في طبقات الجو العليا أدت إلى هذه الحالة من عدم الاستقرار حركة السحب اليوم ستستمر معنا حتى مساء اليوم أو حتى ساعة صباح الأولى من يوم الغد نشاط للرياح الجنوبية الشرقية متوقع من حين إلى آخر خاصة في عصر اليوم خلال الساعة الثالثة نلاحظ أن هناك نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية على المناطق الساحلية وداخل البحر أيضا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا خاصة على المناطق الغربية وكذلك على الشمالية الغربية من البلاد متفاوتة الغزارة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق أجواء تميل إلى عدم الاستقرار لكنها بإذن الله تكون أفضل من الأيام والساعات الماضية نتمنى السلامة للجميع وأيضا نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء أما بالنسبة لي مساء اليوم أو في عصر اليوم حول الساعة الخامسة من مساء اليوم رح يستمر معنا الهوى جنوبي شرقي قد ينشط من حين إلى آخر وفرص الأمطار رح تكون واردة على بعض المناطق نلاحظ فرصها رح تكون منحوظة أكثر على الأناتق الغربية المطلاع والجهرة وكذلك في الشقاية والسالمي لهم نصيب من هذه الأمطار وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان نتمنى السلامة للجميع خاصة مرتادين الطرق السريعة على هذه المناطق أيضا نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على المناطق الساحلية وداخل البحر كذلك رح يكون نشاطها ملحوظ داخل جون الكويت أيضا الأنشطة البحرية ما ننصح فيها خلال هذه الفترة وتأجيلها إلى حين تراجع سرعة الرياح أيضا مساء اليوم الساعة السابعة رح تراجع نوعا ما سرعة رياح الجنوبية الشرقية لكن فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق أجواء في هذه الفترة تميل إلى عدم الاستقرار وأي استقرار في هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت لذلك لسلامتكم تابعوا تحديثات الطقس التي تصدر من خلال إدارة الأرصاد الجوية في استمرار من خلال تطبيقهم كويتمت أو من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كويتمت باستمرار وكذلك جميع التحذيرات والإصدارات التي تصدر من وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي نتمنى سلام للجميع ونتمنى أن تأخذون أي تحذير يصدر من قبل الجهات الرسمية على محمل الجد أيضا منتصف هذه الليلة راح نلاحظ تحول تدريجي في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية راح تكون ملحوظة أكثر على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد حالة الاستغرار بإذن الله راح تكون ملحوظة أكثر من ساعات صباح الأولى من يوم الغد تتراجع السحب تدريجيا وتتراجع أيضا سرعة الرياح بوجه عام ومع تحولها إلى رياح شمالية غربية أيضا راح نلاحظ انخفاض نسبي وملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة نتمنى السلامة للجميع أعزاء المشاهدين ونتمنى منكم أيضا أن تأخذون الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء وحطوا في بالكم أن أي استغرار في هذه الفترة يعتبر استغرار نسبي ومؤقت لذلك لمزيد من التفاصيل تقدرون تتابعون حسابات وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي نيوز كي تي في أو من خلال تطبيق كويتمت التابع لإدارة الأرصاد الجوية أو أيضا من خلال حساباتهم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي